كثيرة هي التحديات التي يواجهها العراق أمنيا وسياسيا واقتصاديا بسبب ضعف إدارة الدولة وتصعد نفوذ أحزاب السلطة والميليشيات بسلاحها ومكاتبها الاقتصادية التي باتت تسيطر على مفاصل ومؤسسات الدولة في العراق وعلى الرغم من كون العراق من بين أكبر دول العالم إم إنتاجا للنفط بما يدر عائدا نقديا سنويا يتجاوز 120 مليار دولار إلا أن أكثر هذه الأموال تنفق على الموازنات التشغيلية وتستفيد منها الأحزاب والجهات المتنفذة عبر صفقات فساد مشبوهة لسرقة المال العام ومنذ تشكيلها قبل أكثر من سنة تحاول حكومة محمد السودان تلميع صورتها المشوهة في كيفية الإدارة الاقتصادية عبر توقيع عدد من الاتفاقات الاقتصادية مع دول أخرى بزعم تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية في العراق إلا أن خبراء اقتصاديين يؤكدون أن أكثر هذه الاتفاقيات تأتي خدمة لمصالح ومشاريع لهذه الدول بعيدا عن تحقيق المنفعة الاقتصادية للعراق مثل مشروع الربط السككي مع إيران مثلا الذي سيلحق الضرر بميناء الفاوء الكبير بما يمثله من منفعة كبيرة متوقعة وبينما تغييب الرؤية الاقتصادية عن حكومة بغداد يواجه العراق كارثة عدم إصدار الحسابات الختامية عن موازنات الدولة السنوية ما تسبب بفقدان أكثر من 35 مليار دولار أضيفت إلى أكثر من ألف مليار دولار مفقودة منذ الغزو الأمريكي سنة 2003 وسيطرت الأحزاب الموالية لإيران على السلطة في العراق يحدث هذا بينما تتفاقم أزمة انهيار سعر صرف الدنار العراقي أمام الدولار الأمريكي في الوقت الذي تعتمد الحكومة على عائدات النفط بنسبة تتجاوز 95% من الموازنة في حين تتوقف مئات المصانع والشركات عن العمل لتعتمد البلاد على الاستيراد من الخارج لأبسط الصناعات التي يمكن صناعتها محليا ما يوفر فرصة ذهبية لعمليات غسل الأموال وليتربع الفاسدون على مقاعد السلطة خدمة لأجندات غير عراقية